في بقعة من عالمنا المسلم تدوي أصوات القنابل ترعد كل ذي سمع تيتم الصغار وترمل النساء وتذكلهم ليست بقعة ولكن في بقاع يصعب حصرها وفي بقعة أخرى يفتن المسلمون في دينهم فيحبسون عن الصلاة ويحرمون من الصيام ويقتلون بلا ذنب إلا الإسلام ثم وفي بقاع أخرى من عالمنا هذا تنتشر مقاطع الفيديو الراقصة بالآلاف وتمتلئ الطرقات بشباب هاموا على وجوههم تسخر تجمعاتهم بشتام ظاهر التفريط وتخلو مساجدهم من أكثر أقرانهم ففي الحين الذي تواجه فيه الأمة أقوى عواصف العدوان العسكري والفكري والثقافي يغرق الكثير من شبابها في بحار التجهيل لا يعرفون أمتهم ولا يدركون ما هي بل لا يدركون من هم من الأساس وخلف شاشات تعج بالتفاهة والتجهيل غابت عقول النظرة وغيب أصحابها شباب تلك الأمة وعمادها الأول أولئك الذين نصروا الدين قبل ألف وأربعمائة سنة حتى صار أكثرهم الآن في غيابة الهزيمة والتيه فما الذي غيبهم؟ وما الذي يحتاجونه؟ ولما هم هنا من الأساس؟ ملامح التفاهة مع كتبك المعقدة جانبا لا تكن فخوراً ولا روحانياً ولا حتى مرتاحاً لقد تغير الزمان فلم يعد هناك اقتحام للباستيل ولا شيء يقارن بحريق الرايخستاغ كما أن البارجة الروسية أورورا لم تطلق طلقة واحدة باتجاه اليابان ومع ذلك فقد شن الهجوم بنجاح لقد تبوأ التافهون موقع السلطة بهذه الكلمات الصادمة عبر الفيلسوف الكندي ألان دونو عن شكل عالمنا الجديد ذلك العالم الذي يسيطر التافهون فيه على كل مفاصل الحياة تقريبا والذين أدت تفاهتهم لتدهور متطلبات الجودة العالية فهمشت منظومات القيم وبرزت الأذواق المنحطة وأبعد الأكفاء وخلت الساحة من التحديات فتسيدت إثر ذلك شريحة كاملة من التافهين والجاهلين ذوي البساطة الفكرية وقد ألقت هذه التفاهة بظلالها على مختلف نواحي الواقع اليوم خاصة تلك التي يتلقى منها الشباب ويتأثرون بها ففي الشأن العام أصبحنا نرى المثقف الحكيم يختفي تدريجيا ليصعد محله ذو الشهوات والدورات التدريبية الفارغة حتى وإن اعترتهم السطحية وافتقدوا الأمانة في كلامهم وهذا الأمر لا ينطبق على الإعلام والبرامج التلفزيونية فحسب وإنما يمتد إلى الجامعات ومنصات التعليم أيضا إذ يرى دونو أن الجامعة أمست لبنة أساسية في نظام التفاهة الذي نحيا في ظله فبدلا من أن تفرز المثقفين الحقيقيين الذين يقودون الشباب وبدلا من أن يختار المعلم الجامعي على أساس ثقافته إلى جانب تخصصه أصبح التخصص هو المحور المهم الوحيد حتى لو كان هذا المعلم فارغا ضئيل الثقافة منعدم الحكمة وفي هذا السياق يضيف دونو أن مفرزة التعليم نفسها صارت تنتج التفاهة بكل قوة إذ انتهى عصر التعلم لأجل العلم على ما فيه من ثقل وجدية تجحذ الهمم وتنمي العقول وسيطر عصر التعلم لأجل الشهادة والوظيفة حتى أصبحت وظيفة التعليم الحصول على ورقة مختومة نتربح من ورائها لا سقل العقول والأفهام بالعلوم والثقافات وفي سياق آخر فإن أحد مصادر التلقي لدى الشباب يكمن في الفنون التي ترقى بذائقة الإنسان إلا أن نظام التفاهة قد استحوذ عليها مع سيطرة منطق السوق والرأس مالية التجارية على كل شيء فكما صرنا نتعلم لنحصل المال للعلم صار المشتغلون بالفن ينتجون الفن التجاري الذي يبيع العرية والانحطاط بدلا من الانشغال بالقيم العالية والقضايا الجادة وهذا كله نتاج لسيطرة التفاهة وتصدر التافهين لمناصب التأثير المجتمعي ثم جاء عصر التواصل الاجتماعي والشهرة السريعة ليتفاقم هذا الأثر السيء لتصدر التافهين وقد أشار لهذا الأمر الكاتب والفيلسوف الإيطالي الشهير أمبيرتو إيكو بقوله إن أدوات مثل تويتر وفيسبوك منحت حق الكلام لفيالق من الحمقى ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد كأس من النبيذ دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع وكان يتم إسكاتهم فورا أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحملون جائزة نوبل إنه غزو البلهاء ففي عصر كهذا كيف سيكون شكل القدوات التي ينظر إليها الشباب عربة لا قائد لها نفوس البشر مجبولة على حب الاقتداء والتأسي بمن تتجسد فيهم المعاني والقيم النظرية ولهذا دعا الله المؤمنين إلى التأسي المطلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من تيسير على العباد في فهم الشريعة وممارستها على أرض الواقع ولما في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكمال في شتى الجوانب البشرية ولأجل هذا يرى علماء الإسلام أن السنة النبوية كانت تعمل عمل المنهج الواقعي المفسر والشارح وكأنها القدوة التي تحد المؤمنين لفهم المنهج النظري المتمثل في القرآن لكن مع تصاعد نفوذ التفاهة هذا فإن عربة الشباب افتقدت القائد القدوة في كثير من السياقات فهذا فنان يعرض على الناس للحلال ويدعوهم إليه وذلك رياضي مفرغ القيمة لا يحمل الشباب إلى شيء وبينهما مؤثرون وصانع محتوى على مواقع التواصل يجذبون الجمهور إلى محتوى فارغ هش لا يبذر قيمة ولا يغرس مفهوما وإنما يصدر إليهم المزاح الأجوف ويمرر إليهم المفاهيم السائلة الفارغة وبين هؤلاء تضيع قدوات الشباب وعلى الجانب الآخر فإن بعض المنشغلين بالدعوة والعلم لم يحسنوا تمثيل رسالتهم فضلا عن أن يدرك حجم التغير الواقع في لغة الخطاب وما يجنح إليه الشباب في عصر التواصل الاجتماعي المفتوح مما يغيب كثيرا من القدوات الرصينة في حياة الشباب فضلا عن ما يصنعه الخطاب الإعلامي التنويري وغاية التنوير عنده اقتطاع الكلمات من سياقها لتشويه أهل الرسالة والدعوة ما أتيح لذلك سبيل لذا علينا التأكيد على ضرورة النظر للقدوات كأفراد غير معصومين وأن رسالتهم التي يحملونها إلى الشباب هي مركز الأمر ولبه الحقيقي وأن خطأ المرء في شأن لا يعني إسقاطه بوجه عام تماما كما أن إحسانه في شأن لا يعني إحسانه في كل شيء فلاعب الكرة المشهور أو المؤثر المتكلم المعروف قد ينبغ كلاهما في شأن ما لكن هذا النبوغ لا يعني بالضرورة تحقق مفهوم القدوة في أي منهما وتحقيق القدوة يستلزم عددا من الشروط التي يجب مراعاتها من جانب المصلحين وكذلك يحسن بالشباب أنفسهم إدراكها حتى لا يتيه بين الأسماء من ذلك مثلا أن القدوة ينطلق من محكمات الشريعة ومطلقات الأمور التي يجتمع حولها الناس وأن لا يثير القلاقل والبلابل بالحديث عن الإشكالات والمتشابهات من الأمور إضافة إلى ذلك فعلى القدوة أن يحسن النظر إلى الواقع ليدرك ما يحتاجه الشباب من خطاب وأن يجتهد ما استطاع في جعل سلوكه صورة لخطابه وأن يحافظ على تطوره المعرفي والثقافي الدائم لسد ثغور الفكر والمعرفة التي يؤتى من قبلها الشباب وفي مشكلة الخطاب تحديدا يذكر بعض الباحثين أننا بحاجة لخطاب يخاطب العقل أكثر مما يخاطب العاطفة خطاب لا يرتكز على الدفاع وإشعال الحماسة وحسب فهذا إن كان يصلح قبل عدة عقود فإنه يحتاج لتطوير في عصر الإنترنت المفتوح الذي يحتاج خطابا أقرب إلى مستجدات الواقع حتى لا تتسع الهوة بينه وبين هذا الواقع ومن ثم يفقد تأثيره في قلوب المخاطبين وعقولهم فالشباب بحاجة لخطاب فكري يواجه قضايا الحرب الثقافية والمعرفية على الأمة خطاب يتناول قضايا التغريب والعولمة بالنقد والتفنيد لا أن ينشغل بالدفاع وكأن الإسلام متهم وهذا كله للإجابة عن سؤال الهوية الذي يدور في عقول الشباب وإن لم ينطق به لكنه دائم الحضور فما هو الإسلام؟ ومن هو المسلم؟ من أنا؟ نحن الآن على عتبة الخلاص تعال نتخيل أنك شاب تحررت من سلطان التفاهة الذي يأسر العالم ثم لنتصور بعد ذلك أنك وقفت على عدد من القدوات هذا قد يعلي من همتك يرفع من اهتمامك بشأن أمتك لكن هل يجيبك بما يكفي عن من تكون أنت كشاب مسلم؟ يعرف بعض الباحثين الهوية بأنها إحساس فرد أو جماعة بالذات وأنها تعبر عن خصائص مميزة للكينونة الفردية أو الجماعية وهي في خضم الصراع الذي يحياه الشباب بين الهويات المتعددة يرى العاني أنه يمكن تعريف الهوية الإسلامية على أنها الإيمان بعقيدة هذه الأمة والاعتزاز بالانتماء لها واحترام قيمها الحضارية والثقافية وإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك بها أما الإسلام نفسه فهو التسليم وللقياد لله عز وجل وبهذا تتحقق أولى مكونات الهوية فالمسلم هو المنقاد لربه المسلم له في كل شأن المؤمن بعقيدته المعتز بها المحترم لثقافة دينه والمتفاخر بشعائره في كل مجال ولهذا يرى الباحث أحمد السيد أن أولى مكونات الهوية الإسلامية للشباب تبدأ من ترسيخ مفهوم العبودية وغاية الوجود وذلك مصداقا لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم والنسيان هنا هو عدم إدراك الغاية من الوجود وهنا تنحرف البوصلة وينفرط عقد الهوية لدى المر وإن كثيرا من الانحراف والزيغ يأتي من غياب هذه القاعدة التأسيسية فكما غيب الدين في أوروبا عندما وضعت حركة التنوير والنهضة نفسها ندا للإله وأرادت أن تسير العالم وفق إرادتها فإنها سنة جارية في كل أمة مع دينها ومتى جعل المرء نفسه ندا للخالق أو تغافل عن غاية وجوده في الحياة وجد نفسه بلا هوية روحية ترشده وتوجهه وتحدوه ومن أدرك شأنه كإنسان في هذا الكون أدرك عظم حاجته لهذا الهدى الإلهي ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه ومتى أدرك الفرد موقعه من نفسه أدرك موقعه من العالم وعرف أنه من أمة قال نبيها مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهار والحمى والواجب الأممي هنا يقتضي رفع الهمة إلى قضايا هذه الأمة بما تطلبه من بذل وجهد لكل أبنائها كل بما يستطيع كما يتطلب هذا الواجب إدراك الفرد موقعه المجتمعي والأسري كفرد في مجتمع وأسرة هو فيها أب وزوج ذو مسئولية تربوية وهو كذلك صديق لأقرانه ينشغل بصلاحهم ويأخذ بأيديهم إلى كل درب قويم فكل مسلم معني بخطاب الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تلك الرسالة التي غيبتها صناعات التفاهة وساعات التصفح الجوفاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرسالة التي خفتت خلف شجار كروي يسلب الطاقات أو ضاعت بين ساعات من اللهو تنصرف على السينمات إنها رسالة المتمردين على تفاهة العصر الثائرون على خوائه وانعدام معانيه الرافضون لانصراف العمر سدى وراء الدنيا الخائفون أن تنفلت من أيديهم الآخرة وهم في غمرة يلعبون تلك الرسالة التي طاف بها الرسل الممالك والإمبراطوريات قديما لينشروها ففتحوا بها البلاد في كل عهد لنفتح بها قلوبنا وعقولنا كلما اختفت حروفها من نفوسنا